هذا الشيء الذي لديك فوجك رواب لأننا نحن نحن في حياتي أنت هذريات يتطلبون جناعة والمجردين عن الملك الجامعة أهدا أهدا حقا قليلا لفلم ديالي ويا لفلم دياله يا راتي أمين بونجورنو مياميتي أورجين جورنو سكيتش علي بزاف خاوكي بنوية بغينا نعرفه شكيفة شطارين جيسيكا وبزاف شو عميسة جاوني عاودينا عاودينا وأنا بشيش عنده جمغات بزاف خلالك جميع الحصول في شفاء ويجب أن يجب ان تعود للتمنى بأنهم يشتSíدراري وهو تجيسيين ويجب أن يرامه ويحشمون جيدا عليك أن يجب أن نقص من جيدة وتنافسك ويجب أن يرامه والتمنى أن يقوم الحياة ويجب أن يجب ان يقومن لتبدأ سغار عندهم مشاكل يجب أن يرون شيء إذا كانت لكي أريد أن أتركوا في العرب ولكنني أريد أن أأتي الكثير من الأمور في الإطالية والأمور في العالم تريد أن تتحضل نفسك لا تريد أن تتحضل نفسك كيف تتحدث ؟ لا، كي ستحدثing وشتك؟ ما رجل كانو الرجل بالله كانت جنسيما كانا ديهما منه من الناس كانت عشفة بمسيق كانت عشفة في موضوعات كانت بعض لفيتها كانت قائلا شقة ما هم مقفل اغطان بالله إلا أنه قد أشعر بشكل صحيح لتصحيح لأنني أردت أنني قد أشعر بشكل صحيح ولكنني أصبحت بشكل صحيح بشكل صحيح لغتما أعطيناً لا تحرقاً كنت أصبحت أشعر بشكل صحيح ومعتبت محاولة لتصحيح però questa persona continuava a non farmi sentire mai all'altezza delle situazioni mi faceva sentire in colpa per qualsiasi cosa di sbagliato accadesse sai purtroppo quando ti innamori o meglio forse non era neanche amore però vivi una relazione così seriamente 160 gradi poi hai fiducia nella persona che hai di fianco e credi a quello che ti dice quindi se e come capita alla maggior parte delle donne appunto che sono vittime di questa relazioni tossiche non riuscivano uscirne perché per quanto tu vuoi reagire e salvarti dal problema non riesci ad allontanarti dalla persona che in quel momento ti sta sta manipolando e allo stesso tempo che ti stuccia via l'anima se così si può dire quindi niente un bel giorno io ho trovato la forza di ribellarmi e ho deciso di lasciarlo mi ha perseguitata per otto mesi perché non accettava il fatto che io l'avessi lasciato e che volessi piano piano rifarmi una vita e dopo otto mesi mi ha aggredita tirandomi dell'acido del volto e di lì la mia vita è cambiata ovviamente per due ragioni il primo anno è stato veramente un inferno perché oltre ad essere ovviamente strettamente la giusta un mostro perché non riuscivo a guardarmi allo specchio o meglio lo facevo ma con molto dispiacere avevo tantissimi problemi anche a livello funzionale perché avevo questo molto gonfio non riuscivo ad aprire la bocca non riuscivo a chiudere gli occhi perché l'acido mi ha bruciato anche le palpe per quindi la sera io andavo a dormire ma per chiudere gli occhi dovevano farlo con lo scotch di tela quindi insomma diciamo che è stata una vera sofferenza anche dal punto di vista fisico o proprio psicologico però dopo quell'anno infernale è partita una lenta ripresa non ho mai mollato e di lì sono iniziato a succedere tantissime cose belle aspetta per io vai traduci e continuare grazie a riuscivo عندما قلت لكم هي أتعرفكم على رأسه وأشوق عليها أعلمكم بأنها كانت جيسيكا و كانت واحدة راقاتها العادية ولكن كانت زوانا يعني هي كانت تارت الفينال ديال الملك الجمال ديال الطاليين يعني كانت زوانا شبك الله مهم، هي كانت في علاقة مع واحد قلت لكم أن تكون في علاقة مع واحد تلت سنين كتأخذ ذاك التاقة بينتكم يعني هي كانت تاقة فيه وردي وردي مهم مهم بادي وضع الجميع مهم، جتلين قادرون بعض الأبدايا مهم مهم منغرفش بعض الأبدايا كل في العديد من فى الشرطة سأشاركو الملكة كيف تحتضلم معي فعلها كأكسعره كفيف هل تعرف الملكة a شرطة بالملكة يعني ما على الملكة شكرا جدا نحضرنا بداية نصر بما التشرفج نحضرنا بطل العديد جدا 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 جميلات الصلب جادي رجع عندها واحد وحد قلت لها انت ايها اذا ما زوينا بزيف وانا كانت تبع سطارية ديالك المهم قلت لكم من بعد 10 شهر ومع 9 شهر ينكش وقع منه هادشي ووغشت على الملقاط على وجهه قلت لكم هاد تشريدة زيما كانت خيبة عليه بزيف علش؟ حيث كانت يعني ضرية زوينة وعادية بعد مهار من اللي وقع هادشي ناكش مع السباح يعني في السباح طارق يوريوها وجهه مع الملقاط على نفخ لوجهه بزيف يعني انهم وجهه من فخ بزيف وكان صعيب لها هادشي وقلت لك ما كانش كاش قطر تنعس حيث ما كانش كيتستو لعينيها ما كانوش خاصوهم يخليهم ميتستو كانو كيستوهم بواحد كيشتوهم بواحد سكوتش يعني بش ميتستوش لها ايومي ومسنوتي الله بمرة وهادشي قلت لك كان صعيب يعني هادشي قلت لك ولكن قلت لك يعني مع المدة يعني هادشي وادشي اللي خليها تنود واحد نودة تيانية انا اي ربي عنده واحد شخصية واعرة بشغة تبدل حياجة هادشي قلت لك هادشي قلت لك أحيان ربي عنده هادشي قلت لك pianta di cornea però e ho vissuto questi quattro anni perché è successo quattro anni fa con l'occhio coperto da questa benda di brillante che sta a significare proprio assai il nostro punto debole che può diventare talvolta un punto di forza. Questo per dirti che ho combattuto in questi quattro anni ma con un occhio coperto forse ci vedeo ancora più اللوشن في الهاتف لا من أعرف نعم كنت أعرف في تغيرهم المرات حريبة على طلب الواقع من ساعة الجنس ذلك بالله كما فقدت في أطلال كانت أصبرت جداً لقدت إذا حسب مرحبا أن أصحبه أكون لأسفارة أفضل تشغيل ومع أفضل تشغيل لتشغيل الأحزمة يتواجه لأنها لن تكتبه لأسفارة عندما يتواجه أيضاً من المشكلة لأنه إلا تشغيله وإن نحن لنجل إمثلت تشغيله وإذا أفضل يشغيله فإذا الشرح يتواجه لأنه لديك أشغيله يشغيله e secondo me a ognuno di noi succedono delle cose particolari nella vita che a volte ci sembra di non riuscire a superare però la differenza la fa il nostro atteggiamento di fronte al problema cioè l'atteggiamento che noi assumiamo di fronte al problema che stiamo vivendo e questo a fare la differenza e a determinare effettivamente la gravità del problema perché un qualsiasi problema se noi cerchiamo di viverlo con un atteggiamento positivo chiaramente diventerà apparentemente magari meno grave ma il fatto di viverlo con un altro atteggiamento chiamerà a noi il positivo la famosa energia positiva ed è così che gira la legge dell'attrazione a livello universale e questa è una cosa che ho imparato molto bene in questi anni e ho imparato a vivere così la vita in generale sia a livello sentimentale che professionale e quindi cercando di mantenere un atteggiamento positivo non faccio altro che attrarre cose sempre più belle verso di me esattamente come hai fatto tu perché posso per i miei followers italiani che vedranno questo video Osama Copenaghen è un ragazzo del Marocco strepitoso con un cuore gigantesco che nonostante insomma le condizioni in cui viveva nonostante la sua storia difficile lui ha sempre mantenuto appunto questo atteggiamento di positività e aveva un sogno e ce l'ha fatta oggi l'ha realizzato dopo otto anni esatto e lui è meraviglioso perché appunto insegna a tutti noi e poi come stupirsi di fronte alle meraviglie del mondo ogni giorno e ci fa emozionare proprio perché è diventato così un monito per tutta la sua gente ma in realtà anche per noi per il nostro paese sei veramente un simbolo io sono molto felice di averti conosciuto perché sei una persona che arricchisce la vita degli altri ed è un sogno è importante dire che era una persona che aveva delle cose che aveva delle cose che aveva che aveva le cose le mangiane e quindi la una persona che aveva la fazia e che aveva le cose che aveva le cose qui aveva le cose ma non sopite e che aveva le cose qui aveva io lo guardavo ma state con un ruolo potete una cosa che aveva يعني تخاف منهم وتقول إذا ما قد نحش منهم ستتعامل معهم يعني كأنهم محويش مزياني ولكني أردهم إيجابيين إذا أردهم إيجابيين ستقدر تعيش حياة زوانا يعني إذا تقبل تراث كما أنت ستعيش زوانا ومهم هي قلت لك بأنا قد تقول للناس الطاليانين بكتابه على حصتها أنني أريد أن نصل الطاليان فأنا كنت تتابعين مع المنطلقات وكأن تبقى أن نصل الطاليانين كانت عبارة في هذه الحصتة ومهم هي قلت تعرفيني مع لنا مهم لكي أريد أقول لكم في هذه القادية أنا أريد أخبركم شيئا إن نصطرنا على المغرب في المغرب أما هناك أشياء أشياء الضغطة ، أشياء الضغطة أشياء الضغطة أشياء الضغطة أشياء الضغطة ومع اشياء بلانج هنا مثلا بحل واحد السيدة قالتلي يا معكلي السماعة الطالينية قد يمكنني فهمش الطالينية ويدقول صاحبك شو على السنان من بعد داسشق السمين ويتشوف الناس كتتصوروا معها ويدقول يا مش انتش همشهر قدتلي يا لاش قدتلي حش كان خدم بها السنان جيبتش عالى قددك الشي اللي عطاعتني أنا انا نيغاتيف ديه جيبتش بوزيتيف يعني هلك الشيء بوزيتيف بالنسبة لي يعني إذا كتابلا نحن كتابلا نحن عشبر 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 عشوف كيبنش أو يبريبو كيبنش ليس هل يفهم كبير وإنه كأ trainsين وإنه كبيره وإنه كبير وإنها كن برابة وإنه كبيره يعني كم يبنشا تبقى عشبر 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 عش佩 لأنه ليس من المعرفة والمعرفة والمعرفة لأنني لدينا أيضاً مع المعرفة هذا أريد أن أخبره للإطاليانين الذين نعرفون الآن لأنه الآن مصدر في مدينة ولكن من نفس الناس يشعرون أكثر من 1.5 مليون مصدرات يشعرون مصدر لأنه مصدر لديك مددًا ، يجب أن ترى فيروح وما يحصل على مرحل عندما يعرف أن نحن في هذا العالم يمكنك أن نعره وفي جديد لأنه من مرحل وعندما يتعرض لديك دائرة وقالت وعطى لها تدوائي قد أخذها بالتق課 أطلقه وقالت 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 أخذها وقالت لها فقط لو أردتها دون يجل من يجب أن اخذها وقالت لا أعطى تجارها وقالت وقالت أخذها وقالت أخذها في أدوائي أنا كما احافظتها عندما اذا اضحارتنا وعندما كنت من ان استطاع ان اتحار Load احافظت بعث وقت او احافظت احافظت لكن كم احافظت فقط اشده وعندما أحافظت الى عاملة احافظت المللل لتعاج بالمال ام التخلص دائم e quindi يقول لهذا الشيء وقفة كان وبإمكانك فقط يقول لهذا الشيء ولكنني لا أرز لكي أصبح فعلا يقول لهذا الشيء هل أنت تعيد تشيئون وما ازعون بخير محرمون للعارض عظيم الخير لغا ببنية تحديون للعظيم يجب أن يكون قواردا جيسيتا فاموزا قواردا والبنبين أفرانه من الضيهق أدب هي قتلين أن أعرض شيئا جزونا لأوسانة حتى قلوا لي أن أصاب لك السنان في دوبي وأنا لم أريد أن أصابه بغاول خلصة أولي في دوبي وصابوا لي السنان وأنا لم أريد أن أمش وقلت له هي قتلينها على أساس أن الناس بغاون يتللون بسناني بحال ماك خاصة أن يتقب حال ماك لن تبدل وقلت لها بأن شدراري ببكينين في المغرب حال دونا كنت أنا في الصحراء في الصحراء وكانوا شدراري بغاوا يتصوروا معايا أسنانهم بحالي وما بغاوش يحلوا بفهمهم يعني تصوروا سيدين فهمهم أنا عرفتهم حشما وأنا نقول لهم بغارضة تأنار عندي هات السنة وقلنا كنت تحك بها وفرحان بها وما كنت بغاون يبيع وكانت تصوروا كنت تحكم شبان أسنانهم بصفرين تأنار كتبعين عندي سنة يعني خاصة ببكينين يكونوا أطارين يمشي محروقين بصرارهم من وجههم وعندهم سنانهم صفرين بسبب الماء خاصة يشوفونك أنك مجهور وعندهم ببكينين وفرحانة به وكذلك يجب في حياته يعني ان تكون لهم حشما وتكون لهم شخصية يدخوهم بوجههم محروقين ووجههم مضرابين بشي حاجة ببكينين سنانهم صفرين يعجبني كتاب حلما الكوتر كيف قد أعجبت أنها تدو معي قلت لها انتراد الشيء الذي لديك فوجة كروار قلت لها احنا تشفت في حياتي قلت لها دغيات تتغبو بجناوة ووجههم تتخصيرها تخايفين قلت لها ودغيات يضرب وجههم تزيز ورد قلت لها شيء كتر من هذا الشيء تشوف قلت لها ولكن ما هو المشكلة قلت لها شيء؟ أنا بنادمي يكون تخيب فوجه قلت لها المشكلة قلت لها المشكلة ولكن ما نكون فقير وما نشوف نعيش في كاريان فيه بقريكين تشوف الأصناد وما نعيش في كاريان لأنه يشفر لها المشكلة ويضربها ما شيء على أساس هو محلمكك على أساس هو ما عنده مياه كنتك شعر شخص ضرب دغيات وشفر لها المشكلة ما الذي عاوك له هاتشي ما الذي عاوك له فيه أنا صافواه يتفهم أن هاتشي اللي فيه هي تطريبا يعني ماشي شيء حاجة كبيرة صافي وجاء تدير معي ولكن دابا غابي نقول لي ما الذي عاوك له فيه وش نقول ما الذي خرجه من هاتشي اللي كانت فيه وش كل ما يخرج تطريبا هذا كان سبب كي تشفر لها حياة حي تشغل لها واحد وقد غادت تخش من هذه الحالة النفسية اللي كانت داخلك أتمنى يجب أن تشغل به وقد غادت شيء dove tutti noi penso ci siamo fermati, chiusi dentro le nostre case per fare così una riflessione su tutta quella che è stata la nostra vita fino a quel momento e su quelle che sono le priorità, sulle cose che sognavamo di fare, che non abbiamo mai fatto e tra i sogni che io avevo nel cassetto da quando ero bambina io sai comunque montavo a cavallo, ho già morto a cavallo da tanti anni, da vent'anni ormai però avevo questo sogno nel cassetto di fare le gare degli saltostacoli di questa disciplina meravigliosa e così, proprio sempre per grazie alla legge dell'attrazione, perché ho desiderato così tanto questa cosa mi è arrivata una chiamata di Adam, che in realtà con il quale sono molto amica da anni e non ci sentivamo da un po' di tempo e mi ha chiamata, come stai, sai facciamo qualche cosa se mi ha appunto questi cavalli da saldo in Cicera e io gli ho detto, aspetta un attimo, ma perché non facciamo qualcosa anche qua in Italia, no? perché io sto cercando un cavallo per fare le gare di saltostato quindi mi sono buttata dopo pochi giorni abbiamo trovato il cavallo giusto Adam ha comprato questo cavallo me l'ha portato e mi ha dato la possibilità di iniziare questo percorso meraviglioso, dove ho vissuto delle emozioni incredibili per fortuna, perché in epoca appunto di coronavirus anche il mio lavoro in televisione è un po' calato quindi era importante per me creare nuovi stimoli e grazie poi a questo sport io incontrò il mio finanzato Filippo Bologni sono l'unico campione di equitazione e mi sono innamorata e condividiamo insieme questa passione e giriamo il mondo quindi io posso dire che grazie ad Adam non solo ho realizzato un sogno ma poi sono arrivata a un milione di cose belle subito dopo soprattutto Filippo sì soprattutto Filippo ma anche Filippo infortunato questa ragazza che non meno possiamo dirlo che anche Filippo è infortunato dai diciamo maia attenzione Filippo fai il bravo diciamolo è importante che erano in corona come si diceva che il mio lavoro è che il mio lavoro è che il mio lavoro è che il mio lavoro e quando il corona si tratta di una cosa che erano in un po' e in una cosa la cosa è una cosa che si rinfini la sua ادم كان دوام عارف. دوام عارف لتعرفوش حلالي. يعني وكان شاب ذلك الشيء اللي تغاليها. وقاتي بأنها يعني تموت على الخيل وهذا الشيء. وما كان هذا الشيء يكون عنده شيء عود من هذا القرص على الحواجز. وهذا مثلت معه. كان قلب مكبير. شغاله عود. وعود غالب. عودت على القرص على الحواجز غالب الساب. وشغالها. يعني القيمة المشاركة بناتنا. هو ان ادم حقق لي لحلم ديالي وي لحلم دياله. وقالت يكون بسبب ادم مش يغلقات غالب عود. وقالتها زع ما سنقولها. وما قلتش نقولها بالتالي. المهم خاطئ بها. خاطئ جديد. اللي هو فليبو. وباطل ديال هذا غيالة. يعني قد رأت انها. شوفوا كيفش كانت حياتي عادية. وقالت خاطئ بها. ديالة فليبو. اللي باطل ديال هاد غيالة. ولا عنده عود. ليش غالي. عود غالي. ويعني قلتش كتربح مصابقة. تشفيه فلوس بزاف. وأفرتي هاد الشيء. هاد الشيء اللي كان نيغاتيب. خليها تدوس بفازة. وخليها تكون مشهورة. وخليها اي واحد يجي تصور معها. وهذا. لا ريغولة. لا ريغولة. لا ريغولة. تکملتش. لأنك المعروض على استحاداتي. ها افرتي هم لازمني تشوفوا بقلتش. ها اخبرتش أول تلكم المعروض على استحاداتي. ها انا بلا علاجاتي. هل اخبرتش في المعروض على استحاداتي? هل يشوفوا بقى الان؟ هل يزائج؟ 懂 يمكنك أن يكون هناك الإنباد في بعض الأف走 منه يقضى كما يحدث ايجاب العمل إلى أكثر عرفة شكرا لديو ولكن لـ أكبر كل شيء ي転ّيه يمكنك الايجاب pops to you però solo la personalità assolutamente sì يعني أي حاجات جعات كل مرحب ا binder معها والعرب كيف اريد هذا الجعب يعني والعرب كشحاجة جعات 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 انا احببت وضع دائما يقولون أنه تشعارك أنه لِلسلي ليشُ بالحصول أن تشعرأ إلى الجنور – التي يشعر في حيث حيثي فإن لا مهاجدًا وجهة في الظليل، لا مكتبوح من التجرب – لا مكتبوح لا إذاً إذاً لن أسحرَ أن تشعرار 전에 تشعرار لعناة La bellezza sta nell'energia, vero? Perché cosa ci fa diventare interessanti? Il nostro modo di muovere le mani, il nostro modo di esprimere l'espressività del volto, la nostra timbrita vocale, l'energia che noi mettiamo nel parlare, nel fare determinate cose. E' da lì che nasce la bellezza e questa, tu trovi la conferma nel fatto che se tu prendi una bella ragazza, un bel ragazzo, che però non hanno energia, non ti trasmettono nulla, in automatico metti vicino a questa persona, una persona magari meno bella esteticamente, che però ha carisma, carattere, personalità, l'altra persona bella scompare. Quindi io dico sempre, è vero, quindi io dico sempre anche le mie ragazze, io le chiamo le mie ragazze perché sono le mie bimbe, io voglio loro un sacco di bene, mi chiedono aiuto. Sai, da quattro anni a questa parte, Nala vuole venire da te, da quattro anni a questa parte capita spesso che, insomma, non solo le vittime di violenza, ma anche le persone magari con qualche problema di autostima ti cerchino per chiedermi, ma tu come fai, no? Tutto quello che è successo, per cui ti vedi allo specchio come fai, no? Ad avere una vita comunque bella, sempre apparire così, così bella, mi dicono. Ma perché è tutta una questione che bisogna, solo questo, una questione di personalità. Quanto più noi allargiamo le squadre, camminiamo testate, siamo sicuri di quello che facciamo, in automatico gli altri ci crederanno. Quanto più noi riusciamo ad amare noi stessi, quanto più gli altri impareranno ad amarci e rispettarci. Quindi il segreto è amarsi, rispettarsi e darsi un valore, perché quando impariamo a farlo noi, tutti gli altri lo faranno di conseguenza. Sì, chiedevo ad amare noi stessi, come un'altra cosa che vedete, non è vero, farò che vorrei volerlo a chiudere le persone, e che ha avuto un po' di loro attrazione, a che vedete un po' di loro attrazione, ma se si avessi un po' di loro attrazione con un po' di loro attrazione, وعيش براثه كل ما هو غيبا لكم حسن منه يعني الانيرجية يعني قلت لكم الانيرجية بين هذا الشي كامل هو الطاق وشي يجيب حالينا وشي يجيب عندي غير مبكرة طيب الخبز وديما مخرج عيني ديما أنا زوين ديما أنا ضوية وكيف ساعدت؟ لا بحيوانات الأرانجيات كيف يجيوش عندي انا مبين بون الأرانجيات الصولة الكانيوني Jihый اند brain يجيواند يجيواند ti fa sul serio no il serio però posso approfittare della tua presenza per lanciare un messaggio intanto contro il razzismo e subito dopo contro la violenza sulle donne perché devi sapere che il discorso della violenza sulle donne e del razzismo è strettamente legato perché quello che io non ho spiegato prima per chi non mi conosce è che quella relazione che io ho vissuto la persona da cui io sono stata aggredita era extra comunitario quindi mi sono sentita dire tante volte dagli italiani con la mentalità chiusa vedi così impari la prossima volta metterti con uno straniero allora tante volte in Italia e se ne parla di meno queste violenze accadono per mano degli italiani anche di un altro centro sociale anche avvocati ben referenziati anzi sono i peggiori tante volte addirittura spesso e volentieri chi indossa una divisa da queste cose io lo so perché da 4 anni a questa parte mi occupo di violenza sulle donne e ho tante storie purtroppo per le mani di donne che mi chiedono aiuto quindi sono cose di cui parlo ogni giorno tutto il giorno vorrei sfatare questo mito perché come potete vedere questo problema c'è in qualsiasi nazionalità al di là dell'italiano non italiano extracomunitario marocchino anche la reputazione poiché il marocchino adano in Italia voi adesso a fianco a me state vedendo questo ragazzo che è un ragazzo vi assicuro speciale con un cuore gigantesco e sono sicura che tu stia vivendo tutto questo perché tu abbia come tutti noi in questa vita la missione di fare probabilmente del bene di aiutare tante persone che sperandosi a te ce la faranno questo è per farvi capire che in tutti gli uomini esiste il cattivo ed esiste però anche il buono e io con te per questo motivo vorrei lanciare un messaggio sia per il tuo paese che per il mio quindi Marocco Italia per veramente un grido di battaglia contro la violenza sulle donne per dire no alla violenza sulle donne perché la donna va rispettata fino in fondo anche nella mia regione il Dio Dico raccontalo perché questo molti italiani non lo sanno e non lo possono sapere quindi vorrei che glielo dicessi tutti non ci uccidere gli strani e le brutte e i cattivi ci promenna non ci uccidere il mondo ci che viene ci che non viene ma la nostra regione i miei paesi io non dico come si dice la ragazza la donna è una cosa come si dice una cosa che va portata sul palmo di mano perché è un essere è un essere prezioso ma per il Dio e le mie ragioni dicono che mettere il solvere ok la donna mettere il donno ok la donna come un bambino fai attenzione alla donna perché c'è un'indipendenza con la donna e le mie ragioni e bisogna fare bravo con la donna come si dice anche io conosci tanti marocchini vivono in Italia come si dice io non parlo bene perché ho capito guarda è il contenuto quello che arriva sì io due mesi fa in Italia non parlo bene però io ho trovato tanti marocchini che parlano di così bene in Italia per aiutarmi le persone come Adam sono marocchino e fai tante cose belle con tanti italiani con tante cose hai capito c'è la differenza non c'è c'è uguale non c'è marocchino marocchino c'è c'è italiano sviziano non c'è 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 uguale c'è 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 infatti per questo io vorrei che tu dicessi con me per lanciare anzi io farò proprio un ritaglio di questo momento lo posterò sui miei social perché ci tengo moltissimo vorrei che tu insieme a me dicessi no alla violenza sulle donne vai così impari anche questo questo slogan vai no alla violenza sulle donne no alla violenza delle donne no alla violenza delle donne no alla violenza delle donne e poi via abbiamo raccontato le persone che hanno i paliani che hanno il piede alla violenza e alle donne perché questo è 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 ancora l'alba che ha l'entra è le l'entra è l'entra l'alba وما في الطالية قلت لهم بحل ما بدوك يقول لهم اجنابي كون كنت معه طالياني مديش كثير حاجة وهي تشيولك يطلع عليه الدم وقاتك تزايدت مع وحد الأفوكاتو علاش؟ على انه ماشي قاع الاجاني بحل بحل يعني كين هنا وكين هاجه اللي دير لحل في وجهها وكين خيب وكين زوان وكين هذي وكين هذي وفلخه قلت لي قوليهم انهم يتعاملوا مع التغيام زيان فهو افتحوا الاجاني بحل ما يتعاملوا مع التغيام فهو انا رأيت الدين ويقول لكم ان المنتظر في مرتبة عريبة وكين هذي واما اول حاجة أول ما هو نفسك نفسك كم سيكون كم يتعاملوا لا تشعروا لانه يتعاملوا ما يتعاملوا سيكونوا يتعاملوا يبقى يعني قاعد اللي يقول لكم ركا نبريكم وندركم فعينيه ما تشيقوش فيه سوبرتوتو لرقاسي فيه في أفرانون كوري موكم يا رقاسي تريات عدم قلب زعماء بريكييني بريكي طيحوا فلواحد يعني ما تشيقوش بسيف واش بايت نقول لكم ومهم ها دي بقصة ديال جيسيكا والحمد لله انا قدرت مقنع بجبطيق معلكم هادشي بش نعطيكم البوزيتيف ديال الحياة وهادشو مغالية انا مقابل настолько وشرح او وكرش كل في السوارة وما تستمع المقدمة كيف یضاء المفاك nosso و occup اشم فيها technياق اكي احس forty اائش أشم في هو صدر أحسصي اليو والشخاص igesкол brave نعم 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 انا 2012 واطبعز واصح ش humid عالو不錯 نعم بالترج lunch تعال وق precاء حتى